بعد انتهاء الهدنة يتجدد القتال ضمن ما يسمى حرب الإلغاء بين هيئة تحرير الشام من جهة وحركة أحرار الشام وصقور الشام من جهة أخرى في مناطق من الريف الجنوبي لإدلب والريف الشمالي لحمى المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن هيئة تحرير الشام تمكنت خلال هجومها من السيطرة على بلدة مورك ومعبرها الواصل مع مناطق سيطرة قوات النظام عقب سيطرتها على مدينة خان شيخون وبعض القرى والبلدات ومواقع أخرى في الريف الجنوبي لإدلب إلى رفي حمص الشمالي حيث ذكرت مصادر محلية أن أكثر من سبع طائرات حربية قصفت عدة مدن وبلدات مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في حين هز انفجار عنيف حي الزهراء وسط مدينة حمص ناجم عن سقوط صاروخ واحد على الأقل مما تسبب بأضرار مادية وإصابة ما لا يقل عن شخصين بجراح كحصيلة أولية شرقا باتجاه ديرزور فقد سمع دوي انفجارات في بادية الميادين نتيجة قصف من قبل تنظيم داعش الإرهابي على مواقع لقوات النظام في بادية المدينة في حين تحدث المرصد السوري عن مقتل ما لا يقل عن سبعة عناصر من التنظيم جراء استهداف التحالف الدولي بعدة صواريخ مناطق في بلدة الشعفة بالريف الشرقي لديرزور جنوبا إلى درعة فقد تجددت عمليات الخرق لاتفاق الجنوب السوري حيث تعرضت مناطقه في درعة البلد لقصف من قبل قوات النظام بالتزامن مع قصف طال منطقة مخيم درعة مما تسبب بوقوع نحو تسعة جرحة ترافق القصف مع فتح قوات النظام لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في حي طريق السد فيما استهدفت الفصائل العاملة في تلك المنطقة أما كنا تواجد النظام في المدينة وأطرافها